السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة طالبات الشهادة السنوية ان شاء الله هنقدم النهاردة الحلقة التانية احياء تلت سنوي هنبدأ في الدعامة في الانسان كنا خلصنا الدعامة في النبات وقبل ما نبدأ ما ننساش الناس اللي مشتركتش معانا في قناتنا تشترك ونضغط على الجرس ونختار الكل عشان يوصل لنا كل جديد ان شاء الله ونعمل لايقات عشان الكل يستفيد عندنا الدعامة في الانسان عبارة عن الجهاز اللي هيكلف الانسان جهاز هيكلف الانسان اه بيتكون من خمس اجزاء الخمس اجزاء دول ما يشترطش ان احنا نعرفهم بالترتيب ويعني ما نجي نزاكر ولكن ساعة الشرح هو ترتيب الكتاب اول حاجة الهايكل العظمي اللي هنبدأ بالنهاردة ان شاء الله نمرة اتنين الغضروف رقم تلاتة المفاصل المفاصل ما بين العزام وبعضها الاربطة اللي بتربط العزام ببعضها الاوتار اللي بتربط العضلات مع العزام نبدأ كده ان شاء الله الهيكل العظمي الهيكل العظمي عبارة في جسمنا عن 206 عظمة ده معلومة لازم نعرف نيجي الهيكل العظمي بقى بينقسم الى جزئان رئيسيان الهيكل محوري الهيكل محوري والهيكل الطرف الهيكل محوري عمود فقري عمود فقري او فقري اللي ننصح جمجمة وقفص صدري فين الكلام ده نبص على الشكل اللي قدامنا كده نمشي مع بعض الهيكل المحوري يتكون من الجمجمة الجمجمة والعمود الفقري خلاص الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري والقفص الصدري قفص الصدري الحزام اللي عندنا ده يبقى القفص الصدري ده كل حاجة ناخدها بالتفصيل بس لما نحفظ الاشياء او الاجزاء الاساسية اول يبقى الهيكل المحوري بيقول لي 80 عظمة 80 عظمة الهيكل الطرفي 126 عظمة لو جمعناهم مع بعض يطلعوا لك 206 عظمة زي ما قلنا في بداية الحلقة نيجي بقى الهيكل المحوري تاني يتكون منين من الجمجمة والعمود الفقري العمود الفقري بين اهو اللي بشعر عليه بالقلم والقفص الصدري يبقى ده الهيكل المحوري الهيكل المحوري تلت حاجات مهمين بيحفظوا تلت اهم اهم تلت اجزاء في جسمنا ايه هما الجمجمة بتحمي مين اهم جزء في جسمنا المخ العمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي القفص الصدري بيحمي القلب والرأتين نفهم يا جماعة محتوى الاحياء الجميل عشان فيه ناس قاعدة بتقول حفظوا 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 لا نفهم حاجات سهلة وجميلة لما تتفهم يبقى اقول لها مرة تانية الجمجمة ها بتحمي اهم جزء في جسمنا وهو المخ طيب القفص الصدري بيحمي اهم حاجة في جسمنا القلب والرأتين خلاص في طالب او طالبة تقوله كل حاجة في جسمنا مش مهمة لا بقول اهم حاجة يعني القلب والرأتين والمخ دول يعتبروا اهم ثلاث اعضاء في جسمنا خلاص العمود الفقري الحبل الشوكي حبل الشوكي ده اهم حاجة انه خارج الشوكي اللي جوه ده حبل الشوكي اللي موجود فين فيه العمود الفقر نيجي للهيكل الايه الهيكل الطرف الهيكل الطرفي ابارة عن حزام صدري وطرفان علويان الحزام الصدري الحزام اللي هنا اللي على الصدر والطرفان العلويان طيب الجزء التاني الحزام الحوضي والحوض اللي تحت ده الحزام الحوضي والطرفان ايه السفليان والطرفان السفليان يبقى الوقتي هنا لما نجي نتكلم عن الجمجمة الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري الثلاث حاجات ده المهمين القفص الصدري طبعا عبارة عن ضلوع 24 ضلع 12 يمينا و12 يسارا الكلام ده هنقوله بإذن الله بالتفصيل خلاص بس عايزين نحفظ الجزء اللي بنقوله النهاردة نحفظه ده بتقول ما نحفظش يا مصر لا نحفظ فيه أجزاء نحفظها وفيه أجزاء تتفاهم والحفظ اللي ما بنع الفاهم وعمره ما يروح من دماغنا يبقى له هيكل محوري قلنا العمود الفقري خلاص وبيحمي أهم جزء في جسمنا أهم جزء في جسمنا اللي هو الحبل الشوك الجمجمة مازلنا في المحوري بيحمي المخ طيب بالنسبة للقفص الصدري بيحمي القلب والرقتين جوه هنا خلاص تعالوا هنا الطرفان العلويان الطرفان العلويان دول تبع مين؟ الهيكل الطرفي يبقى الهيكل الطرفي فيه طرفان العلويان وفيه طرفان سفليان طيب الطرفان العلويان مرتبطان بالحزام الصدري الحزام الصدري عبارة عن ايه؟ عبارة عن عظمة رقيقة جدا ضعيفة جدا اسمها الطرقوة عظمة الطرقوة دي اللي بتتكسر كتير في اللاعبة اللاعب يتخبط في الجزئية دي تلاقي كتفه خلاص مال خلاص ما عادش مززبط وفيه قلم جامد اللاعبة بيحصل لها كسر في الجزء ده كتير لوح الكتف لوح الكتف دي عظمة مسلسة في خلف الظهر من ورا دي لو حد نحيف شوية ممكن نمسكه من ورا كده في لوح الكتف يتمسك بالايد لوح الكتف عظمة مسلسة يبقى الطرقوة خلاص عرفنا تركبتها هيت ولوح الكتف مبؤوا المكونات تعالوا بقى الطرفان الهلويان الطرفان الهلويان اول حاجة العضد العضد ده الجزء اللي بناخد فيه الحقن العضل فيه الزراع اسمها العضد خلاص فيه عندي القابرة والزند القابرة والزند دي في الساعد الجزء العضد ميتين دول مع بعض اسمها الساعد خلاص الجزء اسمه القابرة الناحية السبع كبير الزند نهد السبع ايه الزواي يبقى قابرة والزند تقول عظمتين والعظمتين دول ربنا عملهم سبحان الله قدرة الهية عشان يساعد على حركة الكف راحت اليد خلاص في عندي هنا الرسغ وهنا راحت اليد وهنا السلميات دي هناخدها بالتفصيل مش موضوعنا النهاردة يبقى انا قلت الطرفان العلويان اه مكوناته ايه نقولها تانا بسرعة كده العدد العدد خلاص والساعد عظمتي الساعد عظمة العدد العدد عظمة قوية عظمتي الساعد قعبرة وايه وزند خلاص وهنا الرسغ وراحت اليد وايه السلميات اللي بين الصواب خلاص بعد كده في عظام الحوض والطرفان السفليان طرفان السفليان نقولها بقى بسرعة كده ان شاء الله لان العمود الفكر والفكريات كل ده ناخد بالتفصيل بس الحاجات دي نحاول نحفظها النهاردة الطرفان السفليان الفخز العظمة بتاعت الايه الفخز خلاص عظمة قوية عظمتين مع بعض خلاص بنسموهم عظمتين الايه الساق عبارة عن القصبة والشازية القصبة نحية الصبع كبير والشازية نحية ايه الصبع الصغير خلاص دول اهم حاجة في الطرفان طبعا فيه سلميات القدم ورصغ الايه القدم دي مكونات الايه الطرف الايه او الطرفان السفليان ان شاء الله نقولهم بالتفصيل باذن الله الحلقة القادمة ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا يبا احنا قلنا المقدمة بتاع الهيكل العظمي اللي احنا كلمنا عنه وقلنا مكوناته الاساسية هيكل محوري وهيكل طرفي شفناها على الرسم عمود فقري جمجمة كفى الصدري لان لو ما تقلش ما شرحش على الرسم ومشان يفهم حاجة حزام صدري وطرفان علويان وقلنا طرفان علويان يتكون من ايه وحزام صدري وطرفان سفليان باذن الله الحلقة القادمة نكمل فيها ان شاء الله ومنستعجلش على اسئلة عشان الناس اللي طلبها اسئلة معاوزين اسئلة يا استاذ هو كله شرح طبعا لازم نفهم المحتوى الاول على بعضه ونبدأ نجيب اسئلة من النظام الجديد ان شاء الله نصبر على موضوع الاسئلة عشان نفهم المادة ككل الاول ما تنسوش هنعمل لكم رابط في الوصف ان شاء الله رابط قناة في التليجرام هيبقى فيها الحلقات بالصمرار واسئلة بإذن الله فتابعونا مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة الدميات الجديدة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته